السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناة سبروان التعليمية اليوم لدينا أول درس في مادة اللغة العربية لسنة ثانية متوسط فهم المنطوق عائلة عيني ومكتوب أمامها محمد ديب وهو الكاتب إذن أين هو النص كما تعودنا في الامتدائي لدينا نص فهم المنطوق معناها التلميذ يسمع النص فقط بدون أن يرى الكتابة أو لكتابة النص إذن عائلة عيني كانت دار سبيطار تشبه قصبة رحابها الواسعة جدا تجعل من المتعذر على المرء أن يقول ما عدد السكان الذين تأويهم على وجه الدقة حين شق قلب المدينة وأقيمت شوارع حديثة حجبت العمارات الجديدة وراءها تلك المباني القديمة المبعثرة التي بلغت من تراصها أنها تؤلف قلبا واحدا المدينة القديمة ودار سبيطار الواقعة بين طرق ذيقة صغيرة ملتوية كأخصان النبات المتعرش كانت لا تبدو للناظر إلا قطعة من ذلك القلب الواحد بيت كبير عتيق موقوف على سكان همهم الأكبر اختصار النفقات واجهة ليس فيها شيء من تناسق تطل على الشارع الضيق الصغير وبعد الواجهة رواق المدخل وهو رواق عريض مظلم أخفض من الشارع وهو ينعطف حتى يحجب النساء عن أبصار المرة ويتصل الرواق بفناء من الطراز القديم في وسطه بركة ماء وفي الداخل تزيينات كبيرة على الجدران وعلى صف من أعمدة من الحجر الأسود تقوم في جهة من الفناء دهاليز الدور الأول كانت عيني وأولادها يسكنون فوق بعضهم أو يسكنون بعضهم فوق بعض كسائر الناس هنا إن دار اسبيطار ملأ كخلية نحل وقد انتقلت الأسرة من بيت إلى بيت عدة مرات وكانت في كل مرة تقع على مسكن كهذا المسكن ذي حجرة واحدة الكتيب محمد ديب الدار الكبير إذن نعيد قراءة النص مع شرح المفردات إذن يقول هنا كانت دار اسبيطار تشبه قصبة أي أن دار اسبيطار هي مكان موجود في حي القصبة العتيق يشبه مباني أو بيوت القصبة رحابها الواسعة جدا أي ساحاتها أو الدار هي واسعة جدا تجعل من المتعذر على المرأة أي من الصعوبة من الصعب على المرأة أن يقول ما عدد السكان بدقة حين شق قلب المدينة أي تم تغيير في المباني داخل المدينة وقيمت شوارع حديثة حجبت أي غطت العمارات الجديدة وراءها تلك المباني القديمة أي العمارات الجديدة غطت المباني القديمة المبعثرة هنا وهناك المبعثرة التي بلغت من تراصها أي كانت مرتصة أو متلاسقة في بعضها أو مع بعضها البعض أنها تؤلف قلبا واحدا لدرجة أن الكاتب شبه المباني المتراصة بأنها تؤلف قلبا واحدة المدينة القديمة والعرس بطار الواقعة بين طرق ضيقة صغيرة ملتوية كأغصان النبات المتعرش الطرق ملتوية وشبهها بالنبات المتعرش نبات المتعرش هو النبات كثير الأشواك أو كثير الأخصار كانت لا تبدو للناظر إلا قطعة من ذلك القلب الواحد بيت كبير عتيق عتيق أي قديم منذ سنوات موقوف على سكان همهم الأكبر اختصار النفقات أي تقليل النفقات واجهة ليس فيها شيء من تناسق أي لا شيء يشبه شيء آخر تطل على الشارع الضيق الصغير وبعد الواجهة رواق المدخل وهو رواق عريض مظلم أخفض من الشارع وهو ينعطف حتى يحجب النساء عن عصار المرة إذن الرواق ليس بشكل مستقيم وإنما على طوله وهو يلتوي أو ينعطف لكي يحجب النساء عن أنظار المرة ويتصل الرواق بفناء من الطراز أي من الفن من الطراز القديم أي من الفن القديم في وسطه بركة ماء وفي الداخل تزييرات كبيرة على الجدران وعلى صف من أعمدة من الحجر الأسود تقوم في جهة من الفناء دهاليز الدور الأول كي يقول دهاليز معنى غرف أو أروقة ذيقة تشبه التي تحفر تحت الأرض هذه كنسمها دهاليز كانت عيني وأولادها يسكنون بعضهم فوق بعض كسائر الناس هنا إذن هنا دليل على كثرة السكان ملأ كخالية نحل وقد انتقلت الأسرة من بيت إلى بيت عدة مرات وكانت في كل مرة انتقل على مسكن كهذا المسكن ذي حجرة واحدة إذن الآن أفهم النص لدينا هنا فهم المنطوق عائلة عيني قال عرف الكاتب من هو الكاتب؟ قلنا الكاتب وهو محمد ديب الكاتب هو هو الأديب والكاتب والكاتب محمد ديب ولد سنة 1920 وتوفي سنة 2003 ميلادي أي ولد في مدينة تلمسان تنوعت أعماله بين الرواية والشعر تنوعت أعماله بين الرواية والشعر من أهم أعماله الدار الخبيرة الحريق ثلاثية شمال سطوح أرسول وثلوج المرمر إذن له مؤلفات كثيرة من بينها المذكورة حاليا الآن شرح المفردات قال رحابها أي ساحاتها الطراز قلنا الفن طراز القديم الفن القديم المتعرش هو النبات كثير كثير الأغصان دهاليس عتيق أي قديم دهاليس مسالك ذيق الآن الآن قال أين تقع دارس بطار وبماذا يتصف سكانها إذن تقع دارس بطار في حي القصبة العتيق وبماذا يتصف سكانها قلنا يتصف سكانها بالكثرة والألفة بالكثرة أي أنهم كثيرون والألفة حين قال الكاتب كقلب واحد إذن يشكلون قلبا واحد ثم قال أذكر أوصاف البيت من الداخل والخارج ذكر الكاتب أوصاف البيت فقال من الخارج كأنه قصبة واقع على طرق ذيقة وجهته ليست متناسقة ومن الداخل قال رواق عريض مظلم يتصل بفناء من الطراز القديم قال أيضا في وسطه بركة ماء مسكنه ذات حجرة واحدة ثم قال كيف هي الظروف المعيشية للعائلات المقيمة في هذا البيت إذن الظروف المعيشية للعائلات المقيمة في هذا البيت ظروف مزرية أي فقيرة جدا كيف عرفنا هذا حين قال الكاتب السكان همهم الأكبر اختصار النفقات أي تقليل النفقات من المتسبب في هذه الظروف؟ ما من المتسبب في الظروف المعيشية المزرية للعائلات؟ أكيد أنه الاستعمار الفرنسي أو نقول الاستدمار لأنه دمر الشعب الاستدمار الفرنسي ثم في آخر سؤال من أين تستمد الأسرة الجزائرية مقومات تماسكها؟ إذن تستمد الأسرة الجزائرية مقومات تماسكها من تعاليم الدين الإسلامي إضافة إلى العادات والتقاليد التي تربط بين مختلف العائلات وسعيهم لخدمة بعضهم البعض إذن هذه هي الإجابة على الأسئلة ثم الفكرة العامة في الفكرة العامة ماذا وصف الكاتب؟ إذن وصف الكاتب لدار سبيطار فقط؟ لا وتبنيه وتبنيه واقع عائلة عين هنا نقول وتبنيه ما معنى شخص يتبنى طفل؟ أن يقوم على شؤونه وعلى احتياجته إذن عندما نقول وتبنيه واقع عائلة عيني أي أنه قام بوصف والتركيز على واقع عائلة عيني إذن وصف الكاتب لدار سبيطار وتبنيه واقع عائلة عيني إذن هذا هو درسنا لنا اليوم أنتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته